وزارات العدل والتضامن الاجتماع بيوقعوا النهاردة بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعي وسندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بشأن التعاون في تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات ما بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال توفير آليات للنظر في التضرمات المقدمة من العاملين في حالة إجابية العينات عن طريق المصلحة بيحضر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم وزيرة تضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي افتتاح ورشة عمل للقضاء وأعضاء النيابة العامة بمحافظة القاهرة حوالين تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة